الأهل بيحددوا قواعد وقت الأكل دي احتراموا وقت قاعدة البيت لازم أدي لولادي من الوقت لأن هم لازم يتعلموا حاجاتها يتعلموا الثقافات منين بأنا اللي بتحلهم الفرصة إن هم يعودوا يتعلموا الحاجات دي من برة في حاجات كتير قاوية وتساؤلات كتير قاوية عند ولاديهم ومعرفوهاش وأنا المرجع الأساسي ليهم طب أنا مش فاضية وما هم هيدوروا عليهم بعدين فكرة الحوار كده بتروح يعني فكرة اللي أنا أقعد مع ولادة أتكلم معاهم أسمعهم وهم يسمعوني خلاص دي بتتلغي ما تبقاش موجودة وتبقى تقيلة على القلب بقى يعني تقعد الولاد ما هو ده اللي أنا عايز أقولي دكتور ما أعتقدش إن الأهالي بقت هيا المرجع للولاد الولاد في إيدهم تريفون فهم مش محتاجين يسألونها عشان الأهل مش قاعدين ولا مهتمين هو بصي أنا عارفة التساؤلات اللي بتدور في دماغ ابني لأن أنا مريض بالمرحلة دي أو بشوف صحابه أو بشوف قريبي بيسألوا الأسئلة دي فأنا عارفة دماغه بتدور في إيه فأنا محور الحديث أنا اللي بعمله وأنا اللي بنشأه إذا في حديث أنا لازم أعمل ده ده دور الأهل ما فيش ابني هيجي يقعد مع أهله منه لنفسه كده طالما عنده بديل لألعاب وبلايستيشن وحاجات تانية كتير دنيا تانية دنيا تانية أنا مش جواها لازم أنا أقطحم العالم ده أقطحمه إزاي إني أنا اللي بلم ولادي أنا اللي بخدهم قاعد معاهم تعالوا نسهر نتفرج على حاجة كلنا تعالوا نقعد كلنا سبكوا بقى من الموبايلات والحاجات دي إحنا هنلعب لعبة كلنا سوا هنخرج كلنا ما فيش موبايلات ولا حاجات هنقضي يوم سوا يتعلموا يتواصلوا مع الآخرين إزاي هما بتواصلهم معايا يعرفوا يتواصلوا مع الناس المعلومة اللي عايز يعرفها أنا بفتح مواضيع المسؤول عن فتح المواضيع الأهل مش الولاد فيه أولاد ما عندهاش لسه قافر أنهما يفتحوا موضوع ولا يعرف يسأل السؤال إزاي هم يفقد أصلا مهارة الحوار من قعدته قدام الشاشة ما بيعرفش ما هو بيبقى في عزلة وبيبقى إنسان بعد كده منطوي مش عارف يكون حديث لأنه ما تعودش على كده هو بيكلم مع الناس كلها تشات وياريت بالعربي كمان ده فرانكو حاجة كده بدعناها علشان الولاد فإحنا بنعمل مستجدات لنفسنا بتغرب الجيل اللي جاي علشان أمنعه من ده لازم أنا أتحط مكانه أو أحط له حاجة قوية هو بيحبه طب إزاي أحط له الحاجة القوية دي بشكل جذاب يحبه يعني فكرة إن أنا أقول أو أحدد وقت كل يوم وقت للأسرة بسموه الفاملي تايم كده جميل نقعد مع بعض ونتكلم طب ما هو هيبقى رافض ده إيه بقى الطرق؟ وأعزي أسأل حضرتك الطرق اللي تخليني أحبب ولادي إن هما يعودوا معايا ونتكلم ونفتح مواضية وإحوار وإيه الخطوات اللي عملية؟ ما تبقاش قعدتي وحشة ما تبقاش قعدتي كلها انتقاد أغلب الولاد يقعدت مع بابا وقعد يقول لي مش عارفة إيه وقعدتك ورجلك وإيدك وعامل وتحط إيدك كده مش عارفة بتتكلم بصوت عالي نبرد صوتك تعقيب زيادة للعزومة شكراً ساموا عليكم أنا غلط يبقى أول حاجة أبعد عن الانتقاد طبعاً أنا لو كبيرة وحضرتك قعدت كل ما تشوفني تنتقدني هقولك أنا هقعد معاك لي؟ مش هاوصل القعدة اللي إنت فيها هوية كده طول ما أنا قعدة مقارنة شوفني إنت خايب إزاي مش عارفة بنعمك شوف أخوك إنت ما بتاكلش كويس إنت وحش إنت على فكرة الموقف بتاع الشهر اللي فاتت إنت ما كنتش عاجبتي فيه طول ما أنا قعد بوبخه وبقوله وبنصحه دي مش نصايح دي قعدة وحشة وقت النصيحة خليه للنصيحة وممكن أجيبه من بعيد قوي علشان عن طريق قصة عن طريق فيلم قديم شفته عن طريق أي حاجة حكاية لطيفة بحيث إنه يحب قعدتي ما يحب قعدتي لو أنا قعد أكلمه في حاجات ما تخصوش هو دايريكت تخص حاجات تانية بعيدة لكن طول ما أنا باتكلم كلام يدايقه ما هيقومه يسيبه يبقى دي قعدتي أنا اللي باوستها بعد كده بقى يا لو فتحت مجال الصداقة معاه قوي وجي تكلمته في أي حاجة دا دا كويس جدا جدا بس الحتة اللي إنت قلتها دي ما كانش لها لازمة يا أخي بقى مش إنت اللي تعملها موسيقى